استقبلت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم آخر قوافل حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق حيث أوضح رئيس مركز أبو عجرم أن قافلة الحجاج الأخيرة كانت تقل نحو 2127 حاجا وحاج قادمين عبر البر فيما بلغ العدد الإجمالي للقادمين عبر المدينة نحو 12411 حاجا وحاج وأكد رئيس المركز أن جميع الخدمات تم توفيرها بما يتناسب مع تطلعات القيادة الرشيدة لتقديم الخدمات وتسخير الإمكانات لضيوف الرحمن